تسوية تحت لهيب النار كسابقاتها في غوطة دمشق وحمصة وحلب تفرضها روسيا على فصائل المعارضة في درعة لتخرج نهاية الأمر بنصر صوري للنظام وفعلي لموسكو عدة جولات من المباحثات بين المعارضة المسلحة والجانب الروسي سارت ببطء تزامنا مع القصف الذي لم يتوقف عن بلدات وقرأ درعة إلى أن وصلت إلى تسوية نهائية خلال جلسة مفاوضات عقيدت في مدينة بصر الشام بالريف الشرقي من درعة وينص الاتفاق على عدة بنود أهمها وقف إطلاق النار وتسليم المعارضة السورية السلاح الثقيل بشكل تدريجي للنظام السوري مقابل انسحاب الأخير من أربع بلدات سيطر عليها أخيرا وإمعانا في تجريد فصائل المعارضة من مقاومات وجودها الفعلي نص الاتفاق أيضا على وجوب عودة مؤسسات النظام السوري المدنية إلى مناطق المعارضة ورفع علمه فوقها إضافة إلى فتح الطرق بين مناطق المعارضة في درعة مع دمشق والسويداء أمام حركة الأشخاص والحركة التجارية وتشكيل قوى محلية لحفظ الأمن مدعومة من قوى مركزية تحمل سلاحا متوسطا ولم تغب الشرطة الروسية عن المشهد فلقد أقحمتها موسكو في ثناء الاتفاق حيث ستتولى مهمة حفظ الطريق الدولي بين درعة وكل من دمشق والسويداء إضافة إلى تواجدها في معبر نصيب الحدودي مع الأردن أما رافضوا الاتفاق فليس أمامهم سوى تسليم أسلحتهم والنفي إلى الشمال السوري الذي بات محشرا لبقايا المسلحين المعارضين لنظام الأسد وأمام هذه التسوية تتفاقم معاناة المدنيين في درعة حيث تمثل لهم عودة النظام إلى مناطقهم مجددا رجوع عهد التصفية والقتل والاعتقال وخصوصا كون المحافظة تمثل انطلاق ثورة بدأت بها ويعمل على تصفيتها بتسويات الإخضاع والاستسلام